اهلا وسهلا كيف حالكم يا صغار هل انتم بخير درسنا اليوم درس مشوق وجميل في مادة الرياضيات بعنوان الطرح الرأسي هل تعرفون الطرح الرأسي لقد سمعتم بالجمع الرأسي ولكن هذه المرة سنتطرق للطرح الرأسي اذا سنتعلموا في هذا الدرس ايجاد ناتج الطرح رأسيا ما رأيكم بذلك؟ اذا هيا لنبدأ التعلم انظروا اولا الى الصور الموجودة امامكم هذه قطعة دومينو نعم اذا قطعة الدومينو هذه تحتوي على نقاط ما عدد نقاط يا ترى؟ هيا لنعدها مع بعضنا البعض واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة بارك الله فيكم اذا عدد النقاط يساوي سبعة لو قمت بازالة عدد معين من النقاط كم نقطة قمت بازالتها او حذفها؟ نعم ثلاثة واحد اثنان ثلاثة فاقول سبعة ناقص احسنتم ثلاثة كم يساوي سبعة ناقص ثلاثة كم بقي لدي كم نقطة؟ نعم احسنتم واحد اثنان ثلاثة اربعة اذا بقيت لدي اربعة نقاط انظروا جيدا اربعة نقاط بقيت لدي فهذا هو العدد المطروح والاربعة هي ناتج الطرح احسنتم ما رأيكم الآن أن نقلب هذه القطعة قطعة الدومينو؟ اذا هيا قمت بقلبها الآن ما عدد النقاط الموجودة في قطعة الدومينو؟ جميع النقاط نعم واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة بارك الله فيكم اذا عدد النقاط سبعة فالطريقة الرأسية نكتب العدد من الاعلى الى الاسفل احسنتم فسبعة سأحذف الآن نقاط هل تتذكرون كم نقطة حذفت في المرة الاولى؟ احسنتم اذا واحد اثنان ثلاثة بارك الله فيكم فسبعة ناقص ثلاثة اكتبها بهذا الشكل ناقص ثلاثة هذا هو العدد المطروح او الذي قمت بحذفه كم يعطيني؟ كم بقي لدي؟ احسنتم اربعة فسبعة ناقص ثلاثة يساوي اربعة اذا الطريقتين نعم ناتج طرحهما متساوي او متشابه اربعة اربعة لن يتغير اذا ما رأيكم الآن ان نستعمل الاصابع هيا اذا سبعة اصابع هل هذه سبعة؟ سبعة اصابع نعم سبعة اصابع ناقص ثلاثة كم بقي لدي؟ احسنتم اربعة بارك الله فيكم اذا هيا الآن لنجد ناتج الطرح انظروا لهذا التمرين تمرين رقم واحد في الكتاب صفحة 162 اريد منكم الاجابة على هذا التمرين لديكم قطعة دومينو العدد الكلي مكتوب وايضا العدد المطروح مكتوب ولكن اريدكم ان تجدوا لي ناتج الطرح اتفقنا؟ بالطريقة الافقية والطريقة الرأسية لديكم دقيقتان ومن يستطيع ان ينهيها في دقيقة فيحصل على نجمة اضافية هيا سريعا ستة ناقص واحد حسنتم ممتاز اداء جميل اذا نتأكد الآن ستة اصابع قموا بازالة واحدة حسنتم اذا ستة العدد الكلي هنا ستة هنا خمسة ستة قمنا بحذف واحد كم بقي لدينا؟ خمسة بارك الله فيكم فاذا خمسة بنفس الطريقة العدد الكلي ستة نقاط قمت بازالة او حذف واحد كم بقي لدي الآن؟ كم نقطة؟ احسنتم اذا خمسة ايضا فالباقي خمسة فنقول ستة ناقص واحد يساوي خمسة بارك الله فيكم هيا هيا تمرين اخر التمرين رقم اثنين في الكتاب صفحة مئة واثنان وستون تسعة ناقص ثلاثة اوجدوا لي ناتج الطرح هيا سريعا دقيقة ممتاز 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 اكملتم؟ يا سلام اذا تسعة نقاط ستة سبعة ثمانية تسعة فتسعة ناقص ثلاثة كم بقي لديكم؟ نعم ستة نقاط واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة اذا تسعة ناقص ثلاثة يساوي ستة اذا ممتاز الطريقة الرأسية هل اكتب ناتج الطرح في الاعلام؟ اذا في الاسفل احسنتم فالجواب هو ستة بارك الله فيكم الباقي ستة فناتج عملية الطرح ستة تسعة ناقص ثلاثة يساوي ستة بارك الله فيكم هل بامكانكم ان تضعوا علامة خطأ على النقاط المطروحة ثم اريدكم ان توجدوا لي ناتج الطرح في المرة الاولى سعدناكم ولكن هذه المرة اريدكم ان تضعوا خطأ على النقاط المطروحة اتفقنا؟ اذا مجموع النقاط في قطعة الدومينو عشرة اريدكم ان تقوموا بحث كم نقطة؟ نعم اثنان اضعوا علامة خطأ حسنتم اريدكم الان ان توجدوا ناتج الطرح اجيبوا عن هذا التمرين رقم ثلاثة في الكتاب صفحة مئة وثلاثة وستون دقيقتان بنفس الطريقة ناقص اثنان ناقص اثنان ركزوا جيدا حسنتم ممتاز اذا كم الباقي؟ حسنتم هيا هيا لنتأكد تعالوا تعالوا واحد اثنان كما قلت مجموع النقاط في قطعة الدومينو عشرة قمت بحث اثنان واحد اثنان كم بقي لدينا الآن؟ نعم احسنتم ثمان يبارك الله فيكم من قام بفعل هذه الطريقة فإجابته صحيحة بالتأكيد الطريقة الرأسية نعم واحد اثنان احسنتم فالباقي نعم ايضا ثمان يبارك الله فيكم هل قمت بحث دائرة من الأسفل؟ لا بأس فقط نقطتين اتفقنا نقطتين أسفل أعلى ولكن نقطتين فقط لا بأس إذن هيا هيا مرة أخرى بنفس الطريقة أجيب عن التمرين أربعة في الكتاب صفحة 163 ناس الطريقة أربعة ناقص اثنان سهل بسيط جدا هيا دقيقتان أنا أعتقد بأنكم تحتاجون إلى دقيقة أربعة ناقص اثنان نحذف كم نقطة؟ نقطتين نعم تقانم في الحل بارك الله فيكم نعم إذن هيا لنتأكد ممتاز أربعة ناقص اثنان حذفت نقطة واحدة النقطة الثانية كم نقطة بقيت لدينا الآن؟ نقطتان واحد اثنان فنقول أربعة ناقص اثنان يساوي اثنان بارك الله فيكم الطريقة الرئيسية أربعة ناقص اثنان قمت بحذفها يساوي نعم يساوي اثنان أيضا بارك الله فيكم هيا هيا هذه المرة أريد منكم أن تسرعوا لأن التمرين سهل واعتدنا عليه التمرين رقم خمسة في الكتاب صفحة مئة وثلاثة وستون دقيقتان سريعا تمانية ناقص خمسة نعم هيا أسرع أنا أرى إجابات صحيحة لنتأكد الآن ثمانية ناقص خمسة هل هذه النقاط مجموحة يساوي خمسة كلا إذن الجانب الأيمن فنقول واحد نضع خط نان ثلاثة أربعة خمسة بارك الله فيكم ثمانية ناقص خمسة كم نقطة بقيت لدينا الآن ثلاثة ممتاز بنفس الطريقة الرأسية سهل سهل نعم نضع خط خط على خمسة نقاط واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة فالباقي ثلاثة بارك الله فيكم هل بإمكانكم أن توجدوا ناتج الطرح قمنا هذه المرة بالرسم أريدكم أن تكتبوا جملة الطرح مع الناتج هي تقبرت الإجابة؟ لقد قمت بمساعدتكم نعم إذن نعم خمسة نقاط واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة ناقص هناك خطأين نعم واحد اثنان فخمسة ناقص اثنان يساوي أحسنتم واحد اثنان ثلاثة بقي الثلاث نقاط فالمجموع يساوي أو الناتج يساوي نعم ثلاثة خمسة ناقص اثنان يساوي ثلاثة بارك الله فيكم هيا هيا أضع علامة خطأ على النقاط المطروحة ثم أوجد الناتج ستة ناقص أربعة كم نقطة يجب عليه أن أضع خطأ عليها هم ستة المطروح نعم ناقص أربعة هو المطروح فستة ناقص أربعة هيا أضع خطأ على أربع نقاط ممتاز إذن هيا واحد اثنان نعم ثلاثة أربعة بارك الله فيكم ستة ناقص أربعة بهذا الشكل كم بقي لدينا الآن نعم واحد اثنان اثنان فاثنان هو ناتج عملية الطرح بارك الله فيكم إذن أطفالي الحلوين أريدكم أن تتدربوا أكثر 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 لحل تمارين الطرح بالطريقة الرأسية والأفقية أيضا نعم ارجعوا لكتاب التمارين صفحة 67 لحل المزيد من التمارين وبذلك أطفال الحلوين لقد انتهينا من درس اليوم أتمنى أن تكونوا تعلمتم الكثير الكثير في مادة الرياضيات أراكم في المرة القادمة إلى اللقاء نلقاكم على خير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر